موسيقى موسيقى صباح الخير بفقرة الأمومة والطفولة اليوم نحن نحكي عن عمر شوي صعب يمكن الأمهات دائما بيهكلوا الهم من عمر سنة لثلاثة سنين كيف يتعاملوا مع أطفال هم خصوصا إذا في عصبية وشوي هيك صفات مش عارفين يتعاملوا معها معنا رولا قطامي أبو جابر أخصائية الأمومة والطفولة صباح الخير صباح الخير يعني شوفي رولا أنا كتير رعبالي يصير عندي أولاد إن شاء الله بحكة الهم هذا العمر من سنة لثلاثة سنين بحس إذا بدهم يطلعوا عصبيين لما بدهم ينقدوا ومش سهل التعامل معهم شو أهم المشاكل يمكن أو الأخطاء اللي بيعملوها الأهل بهذه الفترة هلأ اليوم رح نحكي عن تزعى أخطاء هاي معظم الأهل بيعملوها وبتأثر على ترباية الأطفال بهذا العمر من سنة لثلاثة سنين أول خطأ إنه ما بيكون فيه نظام للأطفال بهذا العمر بيكون بدهم حدا ينظمهم بدهم حدا يقودهم للنظام اللي إحنا متعودين عليه نظام زي كيف؟ يعني إنه ينام بواقت محدد حمامه يكون بواقت محدد الأكل بأوقات محددة اللعب بأوقات محددة مش إنه خلاص يفيق الصباح وكيف ما يجي يجي يعني لازم يكون فيه روتين للطفل إنه بفيه بفطر بشرب الحليب بعدين مثلا فيه ساعة لعب فيه نصف ساعة تلفزيون بعدين مثلا ممكن يأخذ نومة طبعا بعد الظهر أو نومة نهار ومثلا على ساعة ساعة لمسا يكون ببيته عم بيحضر حاله للنوم اللي هو ممكن نربطه بالحمام دائما النوم إذا برتبط بالحمام كتير بيكون أفضل فممكن مثلا حمام على ساعة سبعة بعد الحمام يتعشى بعدين مثلا يعد مع أهله شوي بدون تلفزيون ولا أضوية كتير ولا ألعاب ممكن تكون إنه مهيجة شوي وبعدين مثلا على الثمانية ينام بتاخده وكل يوم على الثمانية يعني رح نلاحظ إذا الطفل تعود على روتين معين ساعة البيولوجية نحالها بتسهل يمكن بالضبط بتسهل ومثلا إذا تأخرنا خمس دقايق عن الساعة تمانية خلص كل النهار بخرب والليلة هذيك بتخرب وبضلوا لأسبوع كامل مش عارف يرجع للنظام اللي كان متعود عليه طبعا هلأ موضوع النظام برضو صعب يعني قبل قبل السنة يمكن صعب تنظميهم منو تعودين الطفل ينام بساعة محددة صحي يعني بس من سنة تقريبا من ست وشهر بنبدأ ننظم بس ما منشوف نتائج إلا على السنة طيب سؤال هلأ مثلا الحمام لازم كل يوم إذا دكتور بط الحمام بالنوم لازم الحمام كل يوم لازم الحمام كل يوم إذا بنا نربطه بالنوم بوقت ما نكون عم ننظم الطفل بس لما الطفل يتنظم خلص على التمانية نلاقي إنه خلص هو يعني جاهز للنوم ممكن نعمله يوم بعد يوم حلو يعني صفة إحنا لما بنحدد ساعة عادة بيقوم لما يفطر بعد دفتور شو بدي يعمل وتقوس يمكن ما قبل النوم هاي كتير بتخلي الطفل يمكن حتى لبعدين يمكن مننظم بحياته بذب طبعا وحتى كمان النظام بنطبق على كيف طريقة التعامل مثلا إذا الطفل كب أكله على الأرض ولقينا إنه الإم بهدلته مرة وثاني يوم كب أكله على الأرض بس الإم ضحكت له فهذا كمان مش نظام حتى ردة الفعل ده تكون مننظمة بالضبط لازم دائما يلاقي إنه في عنا نفس الرياكشن أو نفس النتيجة ردة الفعل يعني حتى يمكن الأب والأم أنه مثلا الأم بتحكي للولد ينام الأب يسمح له يسهر برضو ما بيصير لازم تنين يمكن برضو قرارهم يكون نفس الإشي أو موحد برضو يعني إذا عم نحكي عن ثلاثة فلالا بالبيت لازم الأم تقضي نص طيعة مع كل ولد لحال إنه هذا كتير مهم عشان يصير فيه ترابط بين الأم والطفل الحال يعني إذا عم تقضي مع الثلاثة فلالا ما بيكون محسوب أدا اللي عم بتقضيه مع كل ولد لحال يعني إذا إحنا قاعدين كوننا مع بعض مش محسوب لازم وقت لحالهم وقت لحالهم عشان يقدار لتصل شوي صعب شوي صعب بس إنه إذا عم نحكي عن نص صيعة لكل طفل والإم إذا عندها ثلاثة أولا بتقدر تمنج نص صيعة كل واحد طبعا حسب مرحلته العمرية ممكن طفل تحكي معه وطفل تلعب معه صح لأنه كل واحد إله إحتياجات حسب مرحلته العمرية فلازم الإم والأب كمان إنه يقعدوا مع الأولاد بفترة بس لحالهم عشان يعرفوا إيش الإحتياجات ويصير فيه ترابط أكتر هيك الإم تقدر تفهم إيش الإحتياجات ويؤثر كثيرا على ترباية وشخصية الطفل حلو يعني يمكن هذا بعضين بيسهل موضوع الحوار يعني عادة برضو هذا الجيل شوي منسلخ عن العائلة يعايش بعالم لحاله يمكن لما إحنا نرسخ هذا الإشي من عمر سنة وسنتين وثلاثة بيصير هذا الترابط فبيصيروا بعدين قادرين أنه عندهم ثقة أنهم يشاركوا شو عم بيصير بيه صح بالضبط ويكونوا كثير أهدى الأطفال اللي عم بيقدوا أوقات بس مع أمهم وأبوهم لحالهم حلو في مثلا العصبية لما ينقدوا على إشي أو يعندوا على إشي هاي رح نيجي عليها لتاسع طريقة أو تاسع غلط أبدك بالترتيب خلينا نمشي بالترتيب فأول خطأ حكينا أنه ما في نظام ثاني خطأ أنه ما بيكون في وقت للأم والأب مع الطفل حاله مش مع إخوانه وثالث وحدة رح نحكي عن المساعدة دائما أنه إحنا دائما منشوف الطفل أنه مش قادر مثلا يوكل حاله فخلص نمسك هالمعلقة أو منطعمي إحنا فهذا غلط أنه لازم الطفل يبدأ يعتمد على حاله من عمره صغير عشان كمان هذا بيحسن له ثقة بالنفس وبيخليه يعتمد على حاله وبيريح الأهل فيعني مثلا إذا هو عم بيجرب يلبس لحاله نتركه عم بيلبس لحاله من وجهه شوي بس مش نلبسه مش نلبسه أنا بكل العمل بالضبط لأنه كمان هذا بيخليه يعرف كيف يتعامل مع الضغط إنه مثلا هو عم بيلبس بانطلون مش عارف يلبسه هو هذا بالنسبة له ضغط نفسي يعني بهذا العمر لازم يعرف كيف يتعامل معه لأنه بعدين إذا عم بتعرض لضغط نفسي ببطل يتحمل مسؤولية ببطل يتحمل مسؤولية ومنلاقيه من هدول الأطفال اللي عم برمي حاله بالأرض ومش عارف يتعامل مع الضغط اللي عم بيكون عليه حلو أوكي ممتاز فهاي ثالث نقطة رابع نقطة رح نجيلها هي إنه دائما لازم يكون فيه نقاش مع الطفل إنه لما زي ما قلت لما الطفل يعصب ويرمي حاله بالأرض أو مثلا خلص يصير عدواني لازم يصير فيه نقاش مع الطفل عشان يفهم ليه هيك عمل أو ليش إحنا اطرفنا بهذه الطريقة معه ويفهم إيش بيجي بعد ما هو يعصب ويرمي حاله بالأرض إنه يكون فيه عقاب يكون فيه عقاب بس عقاب مع نقاش إذا مش عم بيأخده بيعطي الطفل خلص سكرت معه يعني عم بس عم بكي كيف حاله يتعامل مفروض بهاي الطريقة إنه بس يعني نبعد نبعد عنه إنه نحمله ونحاول نلهيب إشي تاني يعني مثلا إذا طفل عمل قصة ما نظل أن نحكي عن نفس القصة آه ما نظل أن نحكي عن نفس القصة طفل بديوكو البوزة وهلأ وقت الغداء إنه إما ما بدها تعطي بوزة فراح يضلوا يقول بدي البوزة وبده يمسكها ويخدها وهيك فالأم بدها تقول له لا لا ما تخدها وبتخدها منه وخلص برمي حاله بالأرض وبعسب وما بقبل يوكل بس تلهي بإشي تاني وتحكي له عن الإشي التاني أكتر خلص بسرعة الطفل بمشي مع الأم زي ما هي يعني بالإشي اللي لها ترفف إذا بدك يتعنده وبده يعند فأنت بدي طريقة بكية بالضبط لما ما في بوزة وأنا قلت ما في بوزة وأنت ما بجود علي ما في بوزة إنه هيك فبصير إنه يتعلق بهذا الإشي اللي كان بده إياه بينما إذا لاهتي عن إشي تاني بسرعة بسرعة بتلاقي إنه عقله تغير وراح للإشي تاني طب هل كل طفل ممكن يدخل هاي المرحلة من العناد والعصبية؟ كل طفل كل طفل بدخلها فهاي الأخطاء كمان بتدخله أكتر فيها حلو نحكي عن الخطأ الخامس وصلنا له إنه إحنا دايماً منحب نعطي الأكل الخاص بالأطفال يعني مثلاً نعطيهم جزر وكوسة مهروسين أو مثلاً جربات أو إشي مهروسة بس مثلاً إذا الأم والأب عم بفتروا مثلاً زيت وزعتر مع بندورة وخيار منقول إنه لأ هذا أكل للكبار مش للضغار بينما كتير مهم نعطي الأكل اللي إحنا عم نوكله للأطفال عشان يبدو يدوقوا الأكل اللي إحنا عم نوكله وصحي لقلهم أكتر يعني إنه ما نضل نعطيهم بس الأكل المهروس اللي ما فيه مليح واللي معدود خصيصاً للأطفال يمكن حتى من سنة إلى ثلاثة سنين بيقدر بيقدر طبعاً الأكل اللي مملح اللي مبهر ما فيه مشكلة بالضبط يعني إذا الفطور العادي اللي عم بفتروا أو الغدا هيك إنه نفس الأكل اللي إحنا عم نوكله نعطيه للأطفال ونجرب إنه نخليهم هن يمسكوا بإيدهم ويوكلوا لحالهم أول مرة يمكن ما يحبوا الأكل بس مرة ع مرة بيتعودوا عليه صح لأنه هنا كمان يكون قدوة يعني نرجعهم كيف الأكل الصحي نعكل خضار قدامهم إذا بدهم يعكلوا زينا فإحنا كمان يكون أكلنا صح وعجان كمان يجربوا إشياء تانية لأنه إذا تضلوا متعود على الأكل طبع الأطفال رح يضلوا يوكلوا لعمره أربعة سنين وخمس سنين صحيح ورح نحكي عن الخطأ السادس إنه في ناس مثلا أو أهل لما يصير عمر ابنهم سنة بيقولوا إنه خلص خلينا نتخلص من التخت اللي هو زي الأفص اللي بينام فيه الطفل نبدو تخت أكبر هذا غلط لأنه التخت الأكبر بيصير الطفل ينزل منه بسرعة ويروح عند أهله فبيصير يتعود إنه ما بدو ينام بتخته بدي أنام بيتخت أهلي هلأ التخت الأفص يفضل يضلوا مع الطفل ليصير الطفل عمره ثلاث سنين جد؟ ثلاث سنين؟ ثلاث سنين هو مش بس بيعطيه الأمان بس حالة بهذا المكان ما بقدر ينزل ما بقدر ينزل وبيعطيه الأمان وخلص بيتعود إنه هذا هو وقت النوم أو يعني محل النوم وبيصير يتعود أكتر عن نوم بس إنه ما يكون بغرفة نوم الأهل صح؟ يكون بغرفته الخاصة؟ يفضل يكون بغرفته الخاصة من عمره ست أشهر ممكن أول ست أشهر مع الأهل بعدين إلى ست أشهر يعني من سنة لها ثلاث سنين ما تتخلصوا من التخت اللي هو لحديثي الولادة خليه موجود خليه موجود وبوسع لثلاث سنين يعني هو كبير فبتضلوا لثلاث سنين ممتاز فهي من الأخطاء اللي بتصير كتير وبتأثر عنهم لأطفال وعا شخصيتهم كمان خلو معلومة سيبة الخطأ السابع اللي بنا نحكي عنه إنه كمان نتخلص من الحفاد بوقت كتير مبكر يعني معرات مثلا لما نشوف الأطفال بدوا يمشوا أو يحكوا شوي منقول خلاص هلأ وقت إنه ننظفهم إنه نقيم الحفاد وخلاص يصير يروح لحاله على الحمام يفضل إنه لما طفل يصيروا عمره سنتين لثلاث سنين هي هاي الفترة اللي نبدأ نمرن الطفل إنه يروح على الحمام لحاله من سنتين لثلاث سنين إذا بدأنا من قبل الطفل مش رحي كتير يكون فاهم ورح يتخذنا وقت طويل لحتى نقدر نفهم الطفل كيف يروح على الحمام لحاله ورح يضل في عنا أكسدنس أو يعني حوادث إنه يعمل على حاله وكتير هاي بتقلل من ثقته بنفسه صح بس إحنا حكينا عن موضوع كيف الطفل يصير يروح لحاله رح نحكي عنها لأنه بتوقع بدها تفاصيل كيف الأم تدرج صح بدها تفاصيل رح نحكي عنها بالحلقات الجاي تمام والخطأ التامن اللي بيستير كتير إنه منحط الأطفال عند التلفزيون كتير إنه يضلوا قاعدين عند التلفزيون ويحضروا تلفزيون هلأ التلفزيون للأطفال من عمر سنة إلى ثلاث سنين مش مفروض يكون أكتر من ساعة لساعة ونص بالنهار بس بس مش أكتر من هي وبحيثوا كيف إنه الأم بتصير بدها تلهي للطفل فبتشوفوا مثلا بسكتوا على التلفزيون فبتتركوا فبتحطوا طب شو تعمل من فضل إنه نلهي الأطفال بألعاب تعليمية مثلا الأطفال من عمر سنة بيبدوا يمسكوا الألعاب ويركبوا فممكن ألعاب تحط له أو مثلا تاخده بره بإشياء يعني يلعب بره يركض ينط يلعب على المرجيح سحسيل هاي من فضل لأنها بتبني العضلات وبتحرك الدورة الدموية القدرات التلفزيون كمان أكتر بزبط هلأ إذا اعتمد على التلفزيون مثلا أكتر من ساعتين شو بيصير عند الطفل بأثر على حكيو لأن الطفل هون ما في حدا عم بيحكي معاه بيحكو بيحسن النطق ممكن لما فيه هو بيحضر التلفزيون عم بيسمع ناس عم بيحكو لا بالعكس بيأخر كدير النطق يعني الأطفال اللي كتير بيعدوا على التلفزيون بيأخر النطق لأنه هو ما عم بيحكي مع حدا هو بس عم بيسمع ناس عم بتحكي معاه ما عم بتواصل بالزبط فبأخر النطق بأثر كمان على التفكير العقلي عنده لأنه عادة الصور اللي بيشوفها على التلفزيون إذا ما كانت خصوصية لعمره بتشوش له عقله والأطفال اللي أقل من سنة يفضل إنه ما يحضروا التلفزيون إلا لأشياء لعمرهم طب مثلا هاي البرامج التعليمية اللي بنشوفها اللي فيها أغاني وفيها إنه إشي بيعلموا لصغار مناسبة؟ مناسبة يعني هاي الأشياء مناسبة لعمر سنة لثلاث سنين أوكي يعني مناسبة إنه أكتر من ساعة ونوص ولا لا برضو ساعة ونوص لا ساعة ونوص بس ساعة ونوص الفترة المحددة بس ساعة ونوص هلأ ممكن إذا منحب أغاني مثلا نحط سيدي على الستيريو فهيك بيصير يسمع الأغاني وبتحرك مع الأغاني أوكي هاي لسه أحسن من إنه يضلوا يحضرها على التلفزيون تمام أوكي إذا الموضوع التلفزيون تقريبا من ساعة لساعة ونوص من كتير من ساعة لساعة ونوص آخر خطأ ممكن للأطفال إنه يعملوه هو إنه يتصرفوا كتير مع النوبة العصبية يعني إذا بتصير عنده نوبة عصبية للطفل بتلاقي إنه الأهل بيخافوا أو مثلا إذا كانوا حوالي الناس بيحسوا حالهم مرتبكين من حرجين بالضبط من حرجين خصوص إذا كانوا بره البيت فبتلاقي إنه الأب أو الأم خلص مسكوا الطفل وأموه وخلص بدون ما يتعاملوا مع النوبة العصبية زي ما لازم شو المفروض يعملوا؟ عادة بالنوبة العصبية بدنا ننزل عند الطفل على مستوى ونحكي معه بنفس الطريقة اللي هو عم بيحكي فيها يعني إذا كان مثلا عم بعملوا واا واا ما بدي أنا بدي هاي نحكي معه بنفس الطريقة نصيح نصيح بنفس طريقة ما هو عم بيحكي ونفس النبرس الصوت طبعا يعني نبرس الصوت فهيك وقتها بيجذب اهتمامه لألنا أو ببطل يعني هو ما نحكي بهدوء وهو نصيح؟ أوكي يعني مش نصيح أكتر منه أو نبهدله وما نحكي بهدوء لأنه ما رح ينتبه لنا بدنا نحكي بنفس الطريقة اللي هو عم بيحكي فيها وقتها هيك بيستغرب إنه غريب يعني في حدا عم بيحكي زي فبنتبه لألنا ولما ينتبه لألنا وقتها منلهي بإشي تاني إنه خليني أخذك على هذا المحال هدا فيه أشي أحلى لإلك بس ما نعصب عليه يمكن قدام الناس قدام الناس وحتى بالنوب العصبية مش مفروض معصب لأنه رح يعصب بالزيادة أوكي فبس بنا نحكي معه بنفس نبرة الصوت اللي هو عم بيحكيها وبنفس طريقة الصوت هلا أنا بعرف إنه محرج شوي آه يعني أنا عاد بفكة كيف الأهل ما بيحكي وحكيتها أنا بحلقات قبل إنه محرج شوي نحكي بنفس طريقة بس مثلا كيف إحنا لما نشوف الطفل عم بعمل إشي حلو مثلا حكى إشي أو رأس أو عمل حركة حلوة نصير هيك نحكي برافو ما أحلى مثلا كذا فمنحكي بنفس طريقة الأطفال صح لما بدنا نمدحهم فليش ما نحكي بنفس الطريقة لما يكونوا هن معصبين لأنه هاي الطريقة دغري بتجذب اهتمامه لألنا وبينتبه إشي إحنا عم نحكي له طب أمتى من خوفه من خوفه لما يعمل إشي غلط بالنبرة الصوت أو بتعبير الوجه مثلا وقع أكله على الأرض أو رمى إشي على مثلا كسر إشي فمن خوفه بنبرة الصوت وتعبير الوجه عشان ما يرجع يعيدها بيميزهم إنه مثلا لما تشحري إنك إلا أنت مش مبسوطة صح طبعا يعني ملامح الوجه وإنتي بتضحكي غير لما تكوني جدية هم بيميزوا الملامح الجدية طبعا بيميزوا الملامح الجدية وما برجع بعيد الإشي اللي عمله حالو نصائح جدا مهمة شكرا إلك رلاقة طعمي أبو جعب شكرا